السلام عليكم ازايكم اخباركم ايه يا ربكم او بقال في خير النهاردة احنا في فيديو جديد مع بعض واجي ايبالك في فيديو النهاردة كذا سيدة روسية هنشوف النهاردة وصفات حلوة جدا ليهم وحاجات مختلفة وازاي بيستقبلوا شهر رمضان باشها الوصفات بقى ووصفات بجد هتعجبكم جدا فيها افكار مختلفة احنا يمكن كتير جدا مننا ما كناش نعرفها هي يمكن طبعا الحمد لله ملأملينا عشان هما طبعا مسلمين وفي ناس دعوا تكتب لي تحت في الكومنتات دول مش روسيين والله العظيم يا جماعة دول ناس روسية انا حبيت فيهم ان هم يعني مستمين ووصفاتهم وطريقة حياتهم اقرب لينا يمكن اكتر نظام حياتهم اقرب لينا بكتير عشان كده انا حبيت اجيب لكم ليهم وصفات وحاجات حلوة جدا نتعجبكم باذن الله بس طبعا قبل ما نكمل فيديو النهاردة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوكم كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها يلا بينا نكمل فيديو النهاردة ونشوف وصفات النهاردة كلها بتتكلم عن ايه اول حاجة البنوت اللي انا نجبتها لكم في الاول دي هي طبعا سيدة روسية ومعاها جدتها هي بتقول الجدتها هي مصدر الهام كله ليها يعني بتقول ايوة طبعا مموتها ليها فضل كبير عليها وكل حاجة بس هي بتشوف ان جدتها هي صاحبة الفضل عليها هي اللي حبيبتها في المطبخ وحبيبتها في الروتينات وحبيبتها بقى في نظام الحياة عمتا جدتها مشهورة جدا يعني بالمخبوزات والمعجنات وكده هي بتقول هي بتحب الاكتر الكيكات والحاجات دي انما طبعا جدتها بتحب الاكتر المعجنات المخبوزات كده فهنشوف في فيديو النهاردة كمان وجدتها بتساعتها وبتعمل معها كل الكلام ده هي طبعا زي ما شفنا كاد دلوقتي بس بدأت توضب التلية بتاعتها وبتقول يعني لازم ما نستعد كده لشهر رمضان وكل حاجة في بيتنا يعني نضيفة وزي الفل يعني بتجد الروتينهم برضو زينا هنا كمان في بلادنا العربية بنحب ندخل رمضان واحنا فاضيين ومفيش ورانا اي حاجة غير طبعا بقى ايه يعني يكون عندنا وقت اكبر بقى للصلاة وللعبادة وكده يعني كلهم يعني كل البلاد العربية وكمان البلاد الاجنبية اللي فيهم نسبة اسلامية كبيرة نفس تفكيرهم ازاي هنا بالزبط هنا كمان جدتها بقى بتقول هتعمل معانا نوع من المخبوطات حلوي جدا هنشوف دلوقتي هتعمل معانا ايه برضو عملت هنا عاجينة اللي هي العادية العاجينة اللي هي عبارة عن دقيق ومية وكمان الخميرة او محسن الخبز وبدأت كمان تقطعها هنا كده هنشوف بقى اللي هما بيحشوها من جوه زي اللحم او الفراخ هنشوف كمان دلوقتي شكلها مع بعض هيكون عامل ازاي بدأت تحط هنا كمان بقى العصاق بتاع اللحمة اللي هي كانت عاملة هي الوصفة دي مشهورة اكتر انا لاحصتها برضو كمان في البلاد التركية اه وكمان بلاد الشامعة متن بيعملوها لكن احنا هنا في مصر يمكن ما بنعملهاش كتير قوي اللي هما بيعملوها وبيحطوها على النار يسلقوها كده في مية في وصفة اللي هي اشبه بكده بكتير بيحب هما يعملوها بالطريقة دي بيحطوها ايوا بقى تطلع في الاخر بالشكل اللي احنا شايفينه ده مع بعض ناس كتير كانت كتبتلي تحت في الكومنتات اسمها هي هنا كمان بتقول لنا بقى ان هي بتحب جدا تعمل اردرات اللي هي بتاعة الكيكات والكابكيك والحاجات اللي قلتلكوا عليها دي فهي بتقول هي بتميل اكتر للحاجات دي وبتلاقي نفسها اكتر في الوصفات دي فهنشوف هنا كمان مع بعض وهي هنا كمان كلم بتعمل الكابكيك معنا عملت هنا كمان في الكوبايات بتقول الكوبايات الجاهزة دي بتبقى حلوة خصوصا طبعا لو انت جاي لك اردرات وكده عشان طبعا هتبعتيها بالكوبايات دي عملت طبعا وصفة الكوبكيك العادية جدا بتقول طبعا بعد ما بتطلع تقدري طبعا تشيلي عجينة من النص كده من الكوبكيك اللي تطلع تقدري بقى تحط عليها الحشوات قصصات اللي موجودة عندك الكريم شانتي زي ما انت عايزة تقدري تحشيها من جواب المكسرات زي ما تحبي بمعنى اصح وبتقول بتقدمه كمان في العلب اللي شكلها حلو دي وطبعا بتحط عليها فاكهة زي ما انت حابة تعالوا نشوف بقى كمان سيدة تانية روسية هتعمل ايه ايه اللي بتعمله ده هيجيب هنا ده اللي هو عين الجمل او المكسرات عمتا بتقول تقدري تجيب اي نوع عندك وبتحطه كده في الخيط وهنشوف كمان هتعمل معانا ايه دلوقتي هتحط بقى كده في فسوص عالنار عارفين ده بيحسسني بايه عارفين احنا انا في مصر مسلا الناس المصرية اكتر بها تعرف الطريقة دي اه طبعا اللي ما يعرفش انا من دميات عمتا وطبعا في دميات عندنا هنا الحمد لله مشهورين اكتر حاجة بالحلويات اول ما شفت الخليط اللي هي بتعمله ده هي عمتها زي خليط كده بالسكر اه وعملاه كمان بالشرباط اللي هو الاحمر في يعني بيشبه اكتر عندنا هنا في مصر الملبن طبعا يعني كل المصر وهنا الحمد لله عارفين يعني ايه الملبن الملبن ده طبعا بيكون حاجة مسكرة كده من بره ومن جوة كمان محشي بالبرد وفعلا بنفس الخليط بتاع عين الجمل ده فهي بتقول عاملة الخلطة دي طبعا كل برد بيكون ليها كاتكات وحاجات مختلفة فهي طبعا ممكن يكونوا دي حاجة من بره كده مسكرة بس من جوة محشية بالمكسرات فهي اشبه شوية زي ما قلتلكم بعين الجمل عندنا اللي محشية من بره اه او محشينها من جوة بعين الجمل بس هي طبعا من بره عبارة عن ملبن هنا كمان برده هتعمل معينا اه حاجة حلوة جدا كرب باستبانخ هنشوف بقى لده وصفة حلوة جدا بتقول هيعملت هنا عجينة الكريب العادية جدا وحابة تضيف لها استبانخ المفرومة بتقول دي بقى حلوة جدا للاطفال اللي ما بيحبوش ياكلوا بقى الخضار اعملوا لهم الوصفة دي وهتعجبهم جدا جدا وتقدري كمان تحط بقى من جوة اجبان تحط بقى خضار تاني لو انت حابة اتحكي بمعنى اصح كده على ولادك وعملوا لهم الخضار بالطريقة دي هيحبوا ياكلوه جدا وكمان قمته الغذائية عالية جدا هي حطت عليه هنا كمان من برق الكافيار يعني طبعا دي حاجة اختيارية زي ما انت عايزة بس بتقول بتبقى حلوة جدا تعالوا نشوف كمان بقى الوصفة السريعة جدا اللي كلها في حلة واحدة او فتقدر تعملها في طوجن او تعملها كمان في المقلاية او الجرلة الكبيرة اللي احنا زي ما احنا شايفين كده قدامنا المقارونة مع الخضار مع السمانخ مع اللحمة او طبعا اللحوم اللي هي الفراخة عمتا مع الماشروم وبتقول كل ده طبعا وبدفرهم شوية المية ستخنة وكل دول هيبدأ بقى كل الطعم يكتسب من بعضه حطت بعد كده الملح والفلفل وبتقول بقى طعمها حلو جدا بدأت تحط هنا كمان جبنة مزرلة كاملة على وش من فوق وبتقول قد ايه بيكون طعمها لذيذ وحلو جدا ووصفة سريعة ما بتاخدش معاكي ثواني معدودة خالص يعني تعالوا نشوف هنا كمان بقى تزيينها لطباق الفاكهة بتقول طبق الفاكهة ده تقدر يتعملها عندك على السفرة الرمضانية وكمان في العيد طبعا بعد رمضان كل سنة وانت طيبين بقى خلاص الحمد لله الايام الحلوة الجميلة لسه عليها ايام بسيطة جدا فبتقول تعالوا نشوف بقى تزيين الفاكهة مع بعض ده التفاح والمانجا وكمان الكيوي هنا بتعمله كمان برضو بالليه الطريقة اللي زي ما يحطوها على الطرد فبتقول كل الفاكهة تقدر يتعملها كده باشكال مختلفة تفتح النفس بقى يعني طبعا احنا كلنا بتبقوا عندنا الفاكهة معوجودة في البيوت يمكن كتير مننا مش ببيكنش لون نفس مثلا ان اكل فاكهة دلوقتي انها طبعا ما تشوفيها بالشكل الحلو ده قدامك غضبا عنك هتكليها يعني طبعا بالشكل الحلو اللي موجود قدامك ده يفتح النفس فنشوف كمان دلوقتي شكل طبق الفاكهة اللي هي عملته قدامنا قد ايه شكله رائع جدا فبتقول سيبوكوا بقى كمان من الطرق التقليدية واتجه بقى للطرق المدرن دي فهتعجبك جدا شايفين طبعا شكل طبق الفاكهة قد ايه شكله حلو جدا ومميز قبي دعالوا نشوف بقى ونرجع تاني للبانوتا اللي كانت في اول الفيديو قالت ان جدتها مشهورة جدا في المعجنات جدتها هنا عملت ايه زي ما احنا شفنا كده كانت حطة الخميرة طبعا في الكوباية وعليها السكر حتى هنا بتقول يعني انا جدتي دايما هي اللي بتعليمي زي ما قلتت لكم فبتقول انا بكون قعدة جنبها وبتعلم منها هي صاحبة الفضل عليها في كل حاجة بتقول انا ساعات كتير جدا طبعا بفشل في حاجات كتير انما طبعا بفضل مساعدتها لي هي اللي بتعرفني كل حاجة فبتقول هي مصدر الهام بالنسبة لي جدتها هنا طبعا وقفة كده وبتعلمها كل الحاجات الحلوة اللي جافناها دي معها بعد فبتقول ده كمان كده زي عيش تقدري تعمليه او فطير تعمليها عندك في التواصل بتاعتك وخفيفة وسهلة وسريعة جدا بتقول تعالوا بقى معي هنا في ملعابي في الحلويات هتعمل معنا هنا الايس كريم في القبيات اللي احنا شايفينها دي اول حاجة كده حاطة تصوص شوكاراتة وبعد كده هنشوف بقى تعمل ايس كريم ازاي بتجيب هنا بقى الكريمة اللباني او كريمة الخفقة عمتا زي ما احنا شايفين وهتحط عليها هنا الكاكاو البودرة عشان تعمل معنا ايس كريم اه بالشوكاراتة شايفين طبعا بتقول بقى بيدصل بالقوام ده وبتبدأ طبعا تضربه كويس جدا وبعد كده بتبدأ تحطه في الكبايات وهتحطه بعد كده في الفريزر طبعا او في التلاجة عمتا بس وسيحة طبعا في الفريزر وبعد كده بتبدأ تشيل الكبايات الورقة دي وبتقول بيبقى بجد طعمها حلوة جدا 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 بتقول طبعا حجم الكباية زي ما انتي عايزة بقى جميل كباية صغيرة شوية اكبر شوية زي ما انتي عايزة وبتقول كمان انا حط هنا المعلقة العادية جدا يعني مفيش حاجة هنرميها تعالوا كمان نرجع للبنوتة التانية ونسوفها عمات هنا ما ايه معانا بتقول كمان لو انتي حابة تزيني كمان اه صفرة رمضانية بتاعتك بنوع فاكهة حتى لو نوع واحد بس تعالوا سوفوا هتعمل ايه بتقول دي ازازة ميا عادية كنت هرميها جابت هنا دابل فيس وبدأت تحط عليه كده اللي هو البرتقان الصغير او السوفان دي او اللي هو بمعنى اصح احنا هنا في مصر بنسمي النوع ده اللي هو المندولين فزي ما احنا شايفين كده بدأت تلزقه بقى كده حوالين الازازة وهتعمل ايه كمان بقى في الاخر شايفين اللي جنبها اللي هي الخضرة دي فروع خضرة صغيرة حتى لو شابت وبقدونس كذبرة اي نوع خضرة موجودة عندك هتبدأ تحط في الفراغات اللي موجودة في النص دي بحيس تديه شكل جمالي كده وتقدر تحطيها عالصفرة عندك شكلها حلو جدا كأنك عاملت شغير ببرتقان وشكلها قد ايه حلو وظريف جدا طبعا لسه هنكمل الفيديو مع بعض وهنشوف وصفات حلوة جدا تعالوا نشوف بقى الوصفة الجاية دي بجد اللي مميزة ومختلفة تماما دي عبارة ها شايفين طبعا كتير مننا هيشوفها يفكرها بيزة ايوة صحيح يا بيزة بس انها مش بالعجين خالص مفيش فيها اي معجنات هنشوف دلوقتي هتعمل ايه معانا زي ما شوفنا كده جابت هنا صدور الفراخ وبدأت تفرومها كويس جدا جدا وجابت بعد كده كمان بصلة وهتفرومها كمان ناعم وهتبدأ تضيف كل ده على الخليط بتاع الدجاج وبعد كده طبعا حطت آآ بيت كده زي ما شوفنا مع بعض هتبدأ تجيب الصدور اللي عملتها دي وهتفردها كويس جدا هتخليها طبقة يعني مش تخينة يعني مش طبقة سميكة ولا طبقة رفاية وهتبدأ تحط عليها كمان يعني طبعا دخلتها الاول الفرن عشان تاخد لون وبعد كده حطت صوس الكاتشاب وعليه كمان صوس من المايونيز وبعد كده بدأت تحط يعني كأن بالضبط طبقة الفراخ اللي من تحتي دي هي اللي عجينة بتاعت البتزا إنما طبعا ما كانش فيها اي معجنات وخلت من فوق كده الويتش بتاع البتزا اللي هو برضو الجبنة المزارلة والخضار والحاجات التقلودية اللي احنا عارفينها آآ كلها بدأت تقطع هنا كمان معانا وبتقولها تبقى كمان قطعة متماسكة تعالوا نشوف بقى نشوف هنا كمان الكفتة اللي بالبيض دي هي حطت فيه ناس طبعا بيحب يعملوا الكفتة كده ويدفلها ببيضة نايا في النص فيه ناس كتير جدا بتعمل الخطوة دي كمان هي هنا كمان عملتها وعملت لها البصل والفلفل والملح والبهارات اللي احنا عارفينها بس حطت هنا في النص بقى ايه بيض مسلوق يعني دي حاجة احنا هنا برضو هنا كمان في مصر عندنا فيه ناس كتير بتعمل خطوة دي كمان في الكفتة يعني فيه ناس بيعملوها فعلا وموجودة كمان عندنا في المطاعم المصرية يعني مش حاجة جديدة علينا يعني المهم لو وصلتوا هنا للفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يصالوكم كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها واكتبوا لي تحت في الكومنتات يطر ايه الوصفات المشتركة وايه الجديدة عليكم اللي انتو شفتوه في فيديوه النهارده اشوفكم شؤال على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة